بكل أسف ما زال ماي وجوان وجويلية وأوتو سبتمبر وأكتوبر ست شهرتة حر والحر راكم تشوفوا وش راح صار والحقيقة أن منطقة البحر المتوسط سواء الضفة الشمالية أو الجنوبية راه من أكثر المناطق المتضررة والجفاف راح ضرب هذه المناطق سبنيول خرجوا المسيحيين يدروا في صلاة الاستسقاء قال لك أول مرة يدرواهم منذ سبعين عام وما ثاني راه عندهم صلاة الاستسقاء بالمناسبة على الطريقة المسيحية فالجنوب الإسباني أو الجنوب الفرنسي أو الجنوب الإيطالي شمال المغرب المغرب جزائر تونس ليبيا مصر فيها وراح تزيد الأمور أكثر احنا عندنا حل خاصة احنا وتونس جزائر وتونس عندهم حل لكن في كلا البلدين كان عصابتين الحل هو شنو؟ هو المياه الباطنية المياه اللي تحت الأرض في الجزائر ما تعادل 800 ألف كم مربع يعني ثلث مساحة الجزائر تحتها بحر من المياه في الجنوب هذه المياه استخدمها القذافي ودار حاجة سماها النهر الصناعي العظيم ليريد أن يبحث عليه روح يبحث على هذه المياه وعلى النهر الصناعي العظيم كلف أموال كلف أشياء لكن أنقذ وهذه ربما منها الحسنات التي تحسب للمجرم القفافي هو أنه أنقذ ليبيا من العطش يعني ليبيا الجفاف فيها أكثر بكثير والصحراء فيها تقريبا كل البلاد صحراء نحن نرى عندنا 300 ألف كم على الأقل تاع الشمال ما هيش صحراء فالصحراء فيها خيرات كثيرة لكن فيها أيضا بعض الأشياء وهو المناخ وهي الحرارة هنا وش تطلب؟ تطلب حكم نظام حكم ما هوش حاجة استثنائية فقط يدير خيرات البلاد للبلاد فهذه المياه الجوفية تنقذ الجزائر وتنقذ الفلاحين وتنقذ السكان في الشمال كما في الجنوب في الشرق كما في الغد لكنهم المال إمتاعنا راه يهرب وينهب ويروح في تسلاح تسلح الفاسد ويروح في أشياء أخرى كثيرة فحضروا نفوسكم إخواننا واللي ما عندوش طنك وما عندوش غير يشريه أو غير يحضروا